السلام عليكم و مرحبا بكم معي على قناة و وصفات ام ادم و كريم كانت منكم يربي تكونوا بتمام الصحة و العافية و انتم ما تشاهدوا هذا الفيديو فكيف تشوفوه في السوار فاليوم سوف نحضر معكم بسبوصة بالكريمة اللي كتجي بنينه بزاف و سوف نعطيكم جميع الاسرار باش انها تنجح معكم كتجي شي حاجة اللي خطيرة و كتجي بنينه بزاف مقاديرها جدا بسيطة فكنت من نقتراح اليوم من الاعجابكم كيف العادة ما تنسوش ليه اللايك في الفيديو لتشجيع و نزمعكم مباشرة للمقادير و طريقة التحضير فبسم الله على بركة الله سوف نبدو اول حاجة بتحضير القطر باش نخليه على جنب كي يبرد و اللي غادي نحتاجوا ليه الكاس ديال السكر سانيدة او للسكر الخاشين و واحد الكاس ديال الماء غادي نضيفو عليه شريحة ديال الحامض او القطعة ديال ليمور الحامض و نوضعهم على النار بدون تحريك ما تحركوش نهائي و غير يبليكم القطر ديالكم بداك يغلي غير تبدأ ذيك الحاملية ديال الغلايا نحسبو له 10 ديال دقيق عن هنا ردس ديال 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 دقيق اوه كي يغلي هايبليكم اللون دياله بدأ غاديد السفوره و غايبليكم بدك يتقل شوية صاف يتفعوا عليه و ضيفو له ملعقة كبيرة هكا ديال ماء الزاهر ولا ماء الورد و نتفعوا عليه و نخليوه كي برد سوف نجد معكم المول الذي سوف نحضر فيه البسبوسة فعندي هنا مول القطر 29 على 22 سنتيمتر سوف ندهنه بشوية الزبدة التي تكون طريقة ونرشو كذلك بشوية سميدة سوف نحضرها كعلاج منذ نحضر الخالية البسبوسة فبالنسبة للخالية البسبوسة سوف نحتاج له ثلاثة الحبات البيض سوف نضيف عليهم كيس السكر فانيليا واحد الرشيشة الملحة لكي تصحح لنا الدوغ سوف نضيف نصف كأس السكر ساندة سوف نضيف كأس السكر في الخليط لانه ما زال سوف نسقه البسبوسة بالقطر سوف نخلط كل شيء بالطراب اليدوي سوف نضيف كاس ديال زيت المائدة او زيت النباتي مايو عادي الميتين ميلي ليدر مع علبة الياغورت طبيعي بدون نكهة او بدون سكر من وزن 125 قران وتقدروا تعودوه كذلك حتى بكاس ديال الحليب إلا كان عندكم كذلك هنا يبدو تنكه البسبوسة ديالكم فاضيفوا لها شوية ديال القشور البرتقال او لا قشور الحامض سوف نعود مرة اخرى نخلط كل شيء مزيان بطراب اليدوي ونبدأ نضيف السميدة السميدة اللي كتكون خاصة بالحرشة والبسبوسة يعني رها كتكون رقيقة فغدا نحتاج منها كاس ونصف يعني دائما الكاس اللي المعيار دياله ميتين ميلي ليدر فانهزت لي كاس ونص ديال السميدة وخقيبا لكم هنا يالخالي تجاري رها كتعرفوا بان السميد رها كيتشرب وضفت كيس ديال خميرات الحلويات من وزن 15 جرام ما يعادي لزوج اكياسي اما ديال سبعة او لا ديال ثمانية جرام سوف نخلط كل شي هكا مع بعضو ونزول الطراب اليدوي ونجيب هنا واحد زوج ديال الزليفات باش نقسم الخاليط ديالي باش هكا دوك الطبقات ديال البسبوسة كي يجيونا طبقات اللي متساويين مجينش يعني طبقة كبر من الاخرى فكتقسموهم بهذا الشكل هذا من بعد غنجيب المول اللي حضرت معاكم في الاول وغدا نصفيه نصف الكيميه ديال الخالي ديال البسبوسة اللي حضرت معاكم والخاليط الاخر نغطيوه ونخليوه علاجا صافي وغدا نحاول نقضي الوجه ديالها وندخلها هكا الفرن اللي يكون سخون الى 170 دراجه العافية كتكون شعلة من الفوق ومن التحت كندخلو المول ديالنا في الوساطة ديال الفرن ونخليوها واحد منية حتى العشر ديال دقايق كما تخليوش طبقها زيت البسبوسة كتطيب بالزفح حتى كتتحمر الغرض ديالنا غير انها تتماسك وتقبض فراصها مني كتقسوها بايدكم وتلقاوها بانها صافي تماسكت صافي خرجوها من الفران ومباشرا بعد ما ما توضعوا البسبوسة في الفران كتطيب ديالك ساعات حضرو الكريمة واللي غادي نحتاجو لها نصف لتر ديال الحليب مع ثلاث ملاعق كبيرة ديال الناشا او اللا ديال الميزينة وكذلك زوج ملاعق كبار ديال السكر سندة او للسكر الخاشين واحد الكيس ديال السكر فانيليا فلقت اللي اضفت فيها الفانيليا معرفش تقطعت ليا مهم ضيفه كيس ديال السكر فانيليا وكتخلطه كل شيء الى البال وكنوضحها على النار مع التحريك المستمر حتى كنحصل على الكريمة اللي كتكون متماسكة وكيولي القوام ديالها بتشكل هذا مباشرة من بعد ما كنزولها مع النار غدا نضيف لها علبة ديال الجبن كريمي اي نوع جبن كريمي متوفر عندكم انا استعملت هذا لانه رخيص تقدروه تعوضوه بجبن فيلاديلفيا او لا تعوضوه هذا بجبلي او لا جيرفي او لا الشرقي المهم اي نوع ديال الجبن كريمي متوفر عندكم او لا تعوضوه بزجو علبة ديال بيرلي هادك الزرق مع اربع قطع ديال جبن مربعات حتى واركي جبنين بزاف وكتخلطه كل شيء بالطرر باليداوي مع الكريمة وهي مازالة سخونة باش كيدوب لكم داك الجبن وكنحصله على كريمة اللي كتجي ملسا ومتماسكة مباشرة غدا نخرج ديال طبقة ديال البسبوسة كيمات لكم ما تخليوهاش حتى كتتتحمر غير كتتقسوها بايدكم كي يبليكم بانها رهقة بتفرصها وكتخرجوها ومباشرة غنضيفو عليها ديال الكريمة وهي مازالة سخونة ما تخلوش الكريمة ديالكم حتى كتبرد كتضيفوها وهي مازالة سخونة وكنرجع لهذاك النصف الاخر ديال الخالي ديال البسبوسة اللي خليتها لاجن بطبيعة الحال غادي يكون قصح لان ذيك السميدة غدا تكون تشربات فباش غادي نجريو هاد الخاليط غدا نضيفو له شوية ديال الحليب يعني كتضيفوه على حسب النوعية ديال السميد اللي عندكم لانه كين السميد اللي كي يشرب وكين اللي ما كيشربش فبالنسبة لي انا رخدت لي يه ثلاثة ديال مع الكبار ديال الحليب سافي وكنخلطوه مع كمز ديال حتى كنحصل على هاد القوام هذا وكنجيب هناي المول وغدا نصب عليه هذيك الطبقة الاخرى ديال البسبوسة بالنسبة لي افش وضعت هذيك الطبقة ديال الكريم راني معاود شردت المول لاني خليت وغيره لانجلم بين معاود شردت شوية ديال الحليب اللي هذيك السميدة لانها انها انشفعت عاد صبيتها من الفوق ما تعاودش دخله الفران كنصب ديال طبقة ديال البسبوسة ونحاول نسرحها مزيان باش نغطي ديال الكريمة ونعاود ندخل هالفران دائما علي مئة وسبعين دراجة نعافي هاد المرة غير من الجهة التحتانية حتى كيبال لكم بانها تحمرت ملتحت عاد كتشعلو لها الفوق باش تحمر الى القيتوها تحمرات ملتحت و الوجه ديالها مازال ما تحمرش فاطفي وجهة التحتانية وشعلو لها غير من الفوق حتى كتطيبو كتتحمر وكتاخد هاد اللون هادا اللي كيجي جميل بزاف ومباشرا بعد ما تخرجوها من الفران كتسقيوها بالقطر ديالكم اللي خاصو يكون بارد وكتخليوها على جنب حتى كتشرب لكم تماما عند راتخد لكم حتى تضربها حتى الخمسة ديال السوايع حتى كتشرب تماما وكتبرد عاد باش كتزينوها هنا اختاريت نزينها بشوية ديال الكوك بالنسبة لكم تزين رات يبقى اختياري تقدروا تزينوها بشوية ديال بيستاش المهم تزين را على حسب الرغبة ديالكم فانا هنا درت لها هكا مربعات بالكوك وواسط كل مربع درت شوية ديال لوز كونكاستي اللي محمر في الفران وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسة ديالنا فكيف ما قدت لكم خليو واحدة كتبرد تماما وكتشرب لانا ديك الكريمة كتكون مازالة سخونة وسيحة فكتخلي واحدة كتبرد باش هكا فاش كتجيو تقطعوا البسبوسة ديالكم ما كتتلصقش لكم ديك الكريمة او لا تسح معاكم فكتخلي واحدة كتبرد باش كتتماسك صافي وكتقطعوها يعني لحسب الرغبة ديالكم هنا غنوريكم الشكل ديالها ما شاء الله من الداخل كيفاش كتجي كتجي رائعة بزاف والما تقطعوها ما نعودش لكم كتجي بنينة بنينة بزاف كما كتلكم دوك الطبقة راح كيجيو متساوي لاننا يعني درنا الخالت ديالنا قسمناها علاجو جو درنا خالت اللي متساوي فالطبقات كيجيونا مقادل ما شاء الله وكيجو باينين ومن اللي احسن يعني باش تقدموها خليوها يعني واحد تستح تلس بعديل سوائع عا تقدموها لانها كتكون تشربة سمسيان وكتجي بنينة اكتر انا نتمنى ان شاء الله القصير راح تياليوم انه ينال اعجابكم وانكم تجربوا الوصفة وما تنسوش تخليوا لي رأيكم في التعاليق وما تنسوش كذلك فضلا وليس امرا لايك للفيديو وإلى عجبكم وكذلك البرتاج ما احبابكم وصحبكم على مواقع تواصل الاجتماعي باش تعمل فائدة على الجميع شكرا لكم بزاف على المشاهدة ونتلقى بكم مرة اخرى على قناة وصفات ام ادم وكريم مع السلامة